يا أهلا بكل حضراتكم الحقيقة في الفترة الأخيرة لاحظنا أن فيه كتير جدا من الأهلوية يبتدوا يتكلموا عن أداء الفريق وعن التأخير تحديدا في إحراز الأهداف وسعد بيبقالهم كمان بعض التحفظات فيما يتعلق بمسائلة التشكيل وحتى التمديلات بس الحقيقة هم بيتكلموا في الكلام ده من غير ما تهتز ولو لثانية واحدة ثقتهم في فوز الفريق بتاعنا في نهاية الأمور لكن برضو أكيد ما ننكرش أن ما بين ألأ التأخر في الفوز والثقة فيه فيه عوامل كتير العوامل دي تحديدا هي اللي هنتكلم فيها النهاردة ومن خلالها دي الفقرة بالتحديد مع زمنا وصدقنا الأستاذ خالد الإتريبي رئيس القسم الرياضي في جريدة تشروه صباح الفل عليك ومنور الدنيا صباح الفل يا كريم دي نورك ودائما منور الدنيا صباح الخير عليك يا أستاذ خالد وإحنا وسعداء أنك معنا لأن إحنا متأكدين هنلاقي إجابات عن ملفات شائكة وحاجات مثيرة للجدل هنعرف منك رايحة على فين فأنا ده متأكدة وبأكد كمان أن ده هيحصل إن شاء الله وجمهور خليه تابعنا بشان حبدأ معاك بقى بنرجع كده للمباراة الأخيرة والأهلي والمقاولون العرب واللي حصل في الماتش كان قريب لو صح التعبير إحنا خسرنا في الشوت الأول بجولين والشوت الثاني قلب الموازين بس حد دلوقتي إحنا مش فاهمين وده لي حصل أصل وجهة نظرك بقى إيه الخطأ فين الثغرة إيه اللي حصل بالزرط بس خين أقول لك أن أنا أسعد أن أنا موجود معاكم الأول تمام فكرة التأخر في الشوت الأول أمام الموازين العرب ده كان طبعا مفاجأة للكل يعني مفاجأة الجهاز الفني مفاجأة لعيبة مفاجأة لجمهير مفاجأة لكل المتابعين فيه ناس كتب جدا فكرت خلاصة المباراة في طريقها للنهاية أن النادي الأهلي هتوب أول خسارة بالنسبة له إنما كان فيه هنا نقطة فاصلة دايما ما ترهينش على خسارة النادي الأهلي يعني دايما الأهلي كان بلعب بارو من اختار لأنك في سنة ألفين وداشر أو لأخوني الزاكرة يعني مطشو دي فالأهلي قدم مباراة كويسة جدا 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 وفي النهاية خسرنا فكان ماله جزير مديد الفني لنادي الأهلي وقتها لو كنت حضر المطور الصعفي كان في قطر تقريبا واتكلم قال لك أنت تلعب 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 سنو dari المان هو ده المسل انت برضو هنا في مصد أنت تلعب تلعب سنو dari الماد دي حقيقة دي الروح اللي الموجودة عند النادي الأهلي إنه ليس شعرات. لو مسكنا تاريخ كل مباراة النادي الأهلي، النادي الأهلي صحب جدا جدا أنه يسلم بسهولة أنه يخسر. في عوامل كتير جدا بتدفعه ما نفع شخص. سواء أنك تكون في الصدارة، سواء أنك تكون ليه الجماهير مش هتقبل أنك تخسر. دي الجماهير أصلا لما بتكسب ويكون أداك ما يلقش بالنادي الأهلي أو مش على مستوى لعيبة النادي الأهلي أو النادي الأهلي. لا بتلاقي فيه 80-90 مليون ناقد رياضي بيتكلموا. المفروض كان المدرب عمل كذا، المفروض كان يلعب الكرة عرضية ما كان شي يشوت. فيه اللعيبة حتى كل دي في اعتباراتها. فلازم دوافع كثيرة كانت قدام لعيبة النادي الأهلي إن ده إنك ترجع في المباراة. أعتقد إن اللي حصل بين الشوت الأول والشوت الثاني ده اعترف بيه مسماني في المقامة الصحفي. وقال إن إحنا بنتأخر أو بندخل المباراة بشكل متأخر وده هيخلينا نعالجه خلال الفترة. خصوصاً يا أستاذ خالد ما كانتش موجودة الطريقة دي أو الثقافة دي ما كانتش موجودة معنا في الدوري لسه واخدينه يعني. بالضبط إنما هو لازم أنت كمدير فني طالما أنا اللي طممني إن هو اعترف بداه بتحترف بداه قبل مباراة مهمة. مباراة مهمة في الدوري أو في كاس العالم الأندية عندك مباراة برامجز عندك مباراة الدحيل في الأول فإنك تعترف إنك ماينفعش إنك تتأخر أو ماينفعش حتى إنك تضيع أهداف بسهولة في بداية المباراة ده بيفرق معاك. يعني لما تبدأ تسجل قدام أي فريق بيلعبك بيفتح الأمور معاك بدلا ما بتلاقي فيه فريق متكتل كل ما بيعدي الوقت معاه كل ما بيحس في ثقة أكبر إنه قادر يحفظ على نتيجة المباراة قدام النادي الأهلي وبالتالي بتزيد الدوافع بتزيد زد الروح القتالية عنده بحيث أنا ممكن أطلع بنتيجة إجابية وللأ. إنما لما بتقتل أمل أو طموح الفريق لقدامك بدري بيفتح المباراة معاك وده اللي المفروض يعمله الفترة النادي الأهلي أو اللي قال عليه مسلماني إنه أنا هعمله الفترة اللي جاية ومش هفرط فيناه. فأنتمنى إن ده يكون موجود الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. طيب يعني رجوعا بقى للقطة اللي كنا بنتكلم فيها وسيد خالد فكرة إن فيه جماهير كتير بيبقى عندها تحفوزات لما بنتأخر في تسجيل الأهداف بغض النظر عن النتيجة يعني كام كام عموما المبدأ نفسه الفكرة في حد ذاتها بتؤرق كتير جدا من الجماهير. هل ده بيخلي إن الجماهير بتشكل ضغطة على اللعيبة وعلى الجهاز الفني؟ مش بقى بشكل غير مباشر ده بشكل مباشر وخصوصا يعني في الظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي والتويتر والسوشال ميديا واقع إلى آخره. هل الطموح الزايد وهو طبعا شيء منطقي جدا عند الجمهور بيشجع فرقته؟ مش متقبل غير إنه يفوز مش قادر يهضم فكرة التعادل في حد ذاتها نهيك عن الخسارة؟ فهل التفصيلة دي عند الجمهور ممكن تجيب نتيجة عكسية مع اللعيبة ومع الجهاز الفني؟ لا ولو ما حصلش ده ما يباشر ده دي جمهور النادي الأهلي وما يباشر اللاعب اللي موجود في النادي الأهلي يستحقه ليلعب في النادي الأهلي. ليه؟ ليه؟ أي اللي يفرق بين لعب في النادي الأهلي وأي لعب آخر هو ضغوط دي فيه ضغوط بتزيد أكتر بكتير جدا عن الضغوط اللي موجودة بتلاقي لعب الأهلي سابت عارف بيعمل ايه؟ فيه لعب كتير جات النادي الأهلي ومشيت على طول بيكون متقلق بشكل كبير ممكن يكون نجم الفريد بتاعه قبل ما تجيبه ثم يدخل عندك وطلع مصطلح اللي انت عارفه في النادي الأهلي تقيلة عليه تقيلة عليه ما هو اي حد ممكن يلعب كورة بمتقلق وبكويس مش عاي حد طبعا اللي عنده مهارة انما شخصية انت اللي يهمك شخصية اللاعب قبل ما قبل مهاراته ممكن تلاقي الشخصية عالية جدا وكويسة جدا وتليق بالنادي الأهلي ممكن تبقى اقل مهاريا من اللاعب تاني بسهولة بيكمل في النادي الأهلي ممكن تبقى نجم من النجوم التاريخية للنادي الأهلي ولو جيت بسيط بينه وبين امكانات لعب تانية عادي جدا على فكرة بس اللي فرق ايه ان ده لاعب قادر يتعامل مع الضغوط قادر يتعامل مع كل شيء او كل المستجدات اللي بتحصل فبتلاقي انه مكمل مع النادي الأهلي وبالضبط وبتلاقي اللاعب بيكون عندك نجم يجي عندك نجم وبينطفي بخرج من عندك بيرجع يتقل لك تاني هي دي الفكرة هو مقدرش يتطور او مقدرش يصدق انه يكون في النادي الأهلي فيه لعيبة حلمهم طول عمرهم انه يوصل او يدخل النادي الأهلي خد بالك من دي كواس او الحلم هو بالنسبة له كده الحلم اتحق فخلاص مش عايز يكتب خلاص هو كده وقف هو انا عملت ان انا عايزه لما فيه لاعب حلمه بيبدأ من دخول النادي الأهلي وده الفر كبير اللي بيظهر بعد كده طيب بما بقى ان احنا ذكرنا اللعيبة الجداد والأداء والكلام ده كله خليني اروح معاك برضو لان ده بيتردد فكرة يقول لك بواليا والتر بواليا لاعب طبعا كان هداف يعني وفجونة كان عام شغل كبير جدا ولكن لسه حد دلوقتي ما اثبتش نفسه مع الاهل هل الكلام ده من وجهة نظرك السياس خالي تصحة ام لا؟ خلينا نتكلم في الجزئية مهمة الأول هنا مش انتقاد بقى من الموديل الفني انما هي مدارس فيه موديل الفني يقول لك انا محتاج اللعب بسرعة فانزل بي المباراة بسرعة وفيه واحد يقول لك لأ طب ما نتديله نوص ساعة في ساعة لربع ويبدأ ينسجم مع اللعيبة ما انا شايفه مع بواليا هي فكرة انسجام مش اكتر لانه لسه مش عارف تحركات زميله لسه مش عارف اللي جاي من ورايه ده اديله الكرة بشكل عادي يعني بشكل هادي ولا اديله كرة سريعة فهدهالي الكرات المرتدة ما مكونش حافظ تحركات زميله لان فيه كرات مرتدة جدا حصلت في موطش اللي فات انك فيه كرتين مرتدتين في الربع ساعة الاولية كان ممكن جدا لو فيه انسجام بين الرباعي اللي في الخطة الامامي منهم بواليا كانت العاملية بتمشي سالسة وتقف عند بواليا بتتكسر ليه لانه مش عارف تحركات زميله لسه هي دي النقطة الفاصلة بالنسبة لبواليا لما بواليا لاعب عنده شخصية لاعب عنده تجربة مع الدولة المصري لاعب قوي لاعب سريع لاعب هدر لاعب عنده كل الامكانيات والمقامات اللي هتخليه ان شاء الله هو بقى كويس هتقول لي طب انت لسه قيل ان فيه شخصية وفيه فنيلة تقيلة وفيه ماشي بس هو ده اللاعب اللي واضح قدامنا من تحركاته وسط اتلامه وظهوره في المطش لأ عنده يعني مفعلة وقته ممارسة انا شايف كده نفس اللي كان حصل مع فلافيو انا اعتقد ان شاء الله يعني اعتقد كمان ان بداية بواليا يعني اللي هتكون كويسة واللي هتقنع هتكون مقنعة على الجميع النادل اهلي مش هتتأخر زي ما اتأخرت بداية اه في لافيو انما الفترة اللي جاية لا لازم نكون اه ندي الثقة احنا للعبتنا وهم يكونوا برضو على قدر المسئولية واعتقد ان شاء الله بازن الله هيكون على قدر المسئولية الفترة اللي جاية بازن الله جميل طيب من غير ما نسحبك قوي بالكامل لملف التحكيم بكل ما له وما عليه ولكن هقف معك بس عند التفصيلة دي تحديدا كيف رأيت طلب بيرامد لاستخدام حكام اجانب لادارة مباراتهم ضد النادي الاهلي طيب احنا هنا هندخل كده على ملف كده كامل دلوقتي وهو اه خليني ابدأ معك لتقارير انتو زعتوه في اه اه جزء وهو اه الحارس اللي دخل توم كينجا اعتقد اللي دخل موسوعة جينس اه جينس على فكرة انا مش اللافت انتباهي لقطة الجوم ولا دخول الموسوعة اللافت انتباهي تصريحه ان انا مش قاصد ان انا جيب الكورة دي عارف لو عندنا هتلاقي الحارس اقولك ايه انا شفت الحارس متقدم اه طبع وعطت مرا عليها طول الوقت فارجعت وشت الكورة وخليتها تخبط وخليتها تخبط في الارض وتطلع من فوق الجول الصد يعني انت تكون عندك مصداقية في التعامل هي دي مشكلتنا انك تكون صادق في التعامل اللي انت بتعمله ده اللي بيحكم كل اللي بيحصل في الساحة الرياضية خلال الفترة اللي بقيت تكون لها بمعنى ان كل واحد لو شاف نفسه ان له ما له وعلم عليه مش هتوبة كل القصة دي شجالة اللي احنا فيها يعني بتلاقي مبارح مثلا اللفت انتباهي اول في بيان صدر من اتحاد الكورة مبارح بيطالب الاعلام الرياضي بمسندة التحكيم وان يكون التحكيم ده عنصر وطني ولا بد ان احنا نكون وراه وان احنا ما نكونش احنا اللي بنكسره واحنا اللي بنهدمه واحنا اللي بنعمل جميل جدا انا متفق وانا اول واحد ممكن معاكم يطالب بداه بس احنا لازم نسأل السؤال الاتحاد الكورة هل التحكيم منظومة مزبوطة بالطبع لا فلما بتطلب مني ان انا لا انتقد او ان اقف مع الحقيام هقف معاك واقف دارك وهسندك انما انت كمان لابد انك تطور المنظومة اللي عندك لان الاخطاء بقت فجر على النادي الاهلي وبعض الانديات التانية لما بس مش زي النادي الاهلي لما بتكلم النادي الاهلي تضرر فقط اربع لقاط اه كاملة بالتحكيم وانادي الزمالك كسب ست لقاط من التحكيم الزمالك اللي بيعاني واللي بارح خلي اعلامه طول الليل يتكلم من حقه انه يتكلم على لو هو انه شايف انه مظلوم من حقه جدا انه يتكلم زي ما احنا كنا شايفين ان احنا مظلومين ان احنا يتكلم. انما وانت بتتكلم عن نفسك ما تقحمش النادي لأهنة مشاكل. انا فاهمة حضرتك بتتكلم عن مين بزاقك. انا انا بقول باسماء. صحيح. دي جزئية مهمة جدا. لو اتكلمنا بجرام ازبقها. طب ممكن استأذنك. اه. نروح فاصل عشان نرجع نركز واو ما نقاطعش حضرتك خاصة ونسمعك فاصل سريع جدا ونرجع لان زي ما كنت قلت لحضراتك معانا لسه كمان ملفات تانية شائكة جدا. حلاقة كل الاجابات عنها والاستفسارات كلها من اساس خالد. خليكم معنا. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد عودة لضفنا العزيزة الاساس خالد الانتريبي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق واللي يعني واضح جدا انه هيبتدي معنا دلوقتي بمرحلة ضرب النار كما شاهدنا قبل ما نطلع الفاصل. اهلا بيك مرة تانية. اهلا بيكو سكريم حافظي. كنا منتكلم على تبصيلة التحكيم. اه بالزبط. اه. ويفنا عند تحديدا نقطة معينة لو عايز تستخدم. نتكلم على كمان ينجي بقى نمسك على السؤال بتاع بيراميتس. اه. فدخلنا على بيراميتس كمان شفنا المباراة اللي فاتت يعني اه اه دي لو كانت تلاجة مسلا زي ما كان مرتن يول بيقول ان لو شاط التلاجة هتدخل. الكرة دخلت بكامل يعني الحارس شريف اكرامي خدوا الكرة ودخل بها المرمى وكل حاجة تمام تمام. وخرج لا فيه بار تكلم ولا فيه حكم حسب ولا فيه اي حاجة خلص ولا يتبير طالع يقول لك احنا معدناش تقنية اه اه خط المرمى. هي دي محتاجة خط المرمى. اه. يعني ده معلش يعني دي اي حد يشوفها بلاش بلاش كلمة الكلمة التانية. اه. اي حد يشوف فيه فار مفيش فار. فهي دي الفكرة الناس اللي تلاقيها تسأل وتقول لك احنا عايزين تحقيق العدلة اكتر ناس تضررت من عدم تحقيق العدلة هو انه دي الاه. اه. عايز حد يشوف ويحسب كلا النقاط اللي احنا بتتكلم فيها. كمان بتلاقي ناس تقول لك خارج الغندول مبارح شفته بيتكلم بيقول ايه? بيقول انا لو قاعد على الفار ولاقيت حاجة للنادي الاهلي وطبعا اقسم حوالي مسلا عشرين مرة انه هيحسب للنادي الاهلي. انما ده ظلم. طب هو ما شافش مسلا ان النادي الاهلي كان ايه هدف مش فتوش هو بتكلم مسلا كان ايه هدف لمحمد شريف قدام المقصة صحيح وتلغب داعي التسلل اللي مش فتش حد تكلم وهندخل على ميده برضو لما هو برضو بتكلم في نفس الموضوع. ضربة الجزاء اللي بكم قدام ودي دجلة. مجدود من ايده وانا كنت محتاج لانا اكسب بمجهودي واخسرت النقطتين برضو متحسبتش. هدف كهرباء قدام سيرانيكا برضو متحسبش. وتحسب تسلل. هدف قدام البنك الاهلي. والفار. ما حسبوش اه هدف. غريب جدا. ضرب الجزاء لافشة. في اه مباراة. بتكلم في ضرب الجزاء على امام عشور لصالح دي. بيتكلم علاماتش اسوان انبارح تب ما كان فيه لقطة في دقيقة واحد وخمسين. المفروض كان ترجع للفار وتقول اني فيه ضرب الجزاء الناس اللي بتتكلم ما تتحكش انت عايز تتحك على نفسك اوكي خد يعني لك مطلق الحرية اتحك على نفسك زي انت عايز نفسك وانت حر فيها. تحكش علينا وتضلل الناس وتتكلم في في جزئية المؤامرة الكونية اللي انتو معايشينها. مبارح ميدو برضو اه بيتكلم الكابتن احمد حسان ميدو بيتكلم بيقول ايه? انه خاطب اه انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بصفته مش بشخصه بقى. بصفته احد اه اساطير الفيفا اه او اساطير اه الفيفا في اه الاتحاد الافريقي او الكاف او في افريقيا اي ان كان اه امش عارف بقى اصطير من انه نوع يعني انا ممكن اه اسأل ولا بد نحن نراجع الفيفا حتى انا اللي هو يقال منه ان اطلع ان احمد حسان ميدو مسيرة معقولة في اوروبا انما لو انت بتكلمنا على لبز الاسطورة ومطق وولاقب الاسطورة عند لعب اعتزل هو تسعة وعشرين سنة اعتقد ان ده اه 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 فيها مراجعات يعني ممكن نقول ايه بقى على دروك بقى ممكن نقول ايه على زلطان ابراهوموفيتش لما هو لسه بلعب لحد دلوقتي وكان هو المفروض بيقعد احتياطي جميدو ففكرة مصطلح احنا اللي محتاجين اصلا لخاطب الفيفا ازاي ادى اه لقب الاسطورة لحمد حسان ميدو هو بيتكلم ان هو اطلق اللقب او قال انه ان النادي الاهلي او مفيش عدالة بتحصل في مصر علشان محمد الشناوي وخاص كده بالذكر في كلامه كان موقوف اربع مباريات وتم التراجع عنه ما شفتش مثلا هو بيكلم بيقول اه طب محمد وادي برضو لعب اه براميدز اه اه تم تقوص العقوبة من تمن مباريات الاربع مباريات ما في ما جابش سيرة والهو دايما النادي الاهلي هو هو اللي عامل مشكلة طب انت لما شفتش هو دايما برضو نفس القسم الاقسام اه 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 الغندور هو القسم الاقسامه برضو احمد حسان ميدو ان لو النادي الاهلي ليه حق هيتكلم برضو مش شفتش احمد حسان ميدو اتكلم في اه الحقوق اللي بتكلم عنها اه الا ازا مسلا في اللقطة اللي كان بتكلم عنها في البنك الاهلي وقال فيها ان الكرة مشجون وجاب حكم انجليزي على اساس ان هو هيؤيد كلامه وقز بالموضوع يدخل في سكة تانية خالص والرجل يقول له لأ كرة مشجون فاصبح كمان ان الموضوع فيه مراجعات انا عايز زي ما قلت الكلام اقول اللي انت عايزه بس تكون صادق في وجهة نظرك ما تصدرش للناس فكرة هي مش موجودة الا في خيالك نفس الكلام برضو اتقال من نائب رئيس الزامرك السابق او الاسبق ايان كان وشايفه بيتكلم على الفيسبوك وعلى اه اه سوشال ميديا على اه الجماهير واللي بيحصل هو اللي تسبب في قتل معرفس اتين وسبعين كلام لابد الناس تتحاسب عليه لان انت مسؤول سابق او حالي لابد انك تكون عارف انك بتحرك الجماهير ناحية شيء ما احنا بكل اللي بيحصل على الساحة دلوقتي بيقود الناس اللي هي بتعلي من نبرة التعصب بين الناس ده تخيل لو كل الاحداث اللي موجودة دي بالبيانات والكلام واللي بتكلم ويقولك انت اللي قتلت وانت اللي عمد احنا في رياضة يا جماعة احنا في رياضة تخيل لو الجمهير الموجودة في المدرجات الشكل كان هتبقى عامل ازاي تسيبك بقى من كورونا او اي حاجة المفروض ان كل واحد في مكانه يتحلل بالمسئولية ويعرف ان الكلمة عنده لابد ان يتحصل عليه يتم محاسبته عليها اللي بيحصل دلوقتي مفيش حساب للناس اللي بتطلع تتكلم اي كلام على سوشال ميديا وده غلط لا ده مليون في المية غلط على كل الاصعادة مش بس السعيد الرياضي وده هيخليني بقى روح ما حضرتك دلوقتي تالما احنا فتحنا ملف التحكيم احنا بنتكلم ان اتحاد الكورة طالب زي ما حضرتك قلت الجميع بمساندة الحكام وغيره وفي نفس الوقت احنا عندنا مشكلة في هذا الملف طيب حيوصل لفين الامر وحيعالج ازاي تالما فيه جاب كبيرة او فجوة ما بين ده وده هو المفروض ان اللي يبدأ بفكرة السقة افعالة يعني انت وريني ان انت اخطائك حتى لو هي موجودة تبقى متكاد على الكل بمعنى ما تكونش ان هي موجهة ناحية سكة معينة يعني لو الفرب بيغلط يغلط في الكل اه ما يغلطش عندي انا بس بالزبط فانت المفروض يكون فيه تدريب اكتر للحكام فيه معسكرات للحكام فيه جودة في التصوير يسمح للحكم انه يشوف الموضوع من زوايا متعددة فيه عقوبة لو تم مخالفة احد الحكام للقانون ويتم اعلانها مش مجرد انك تقول لي ساند الحكام ولو انا كمسئول طيب لاحظة تتلم تقول طيب ما ينفعش كده للحكام بيعملوه يريد يطوروا من اداءهم خمسين الف جنيه طيب والحكم اللي ضيع مني مسلا مقطتين النظام هو ايه طيب ما ينفعش ان احنا نتافي بالتسريبات اللي بتطلع يقول لك ده هم وقفوا فلان وقفوا علان طيب وبعدين انا استفدت ايه يعني اسموحك استفاد ايه من الهدف اللي تم إلغاؤه لصالح براملز استفاد ايه مثلا الكرة اللي كان نيه مثلا اربع انزارات او خمس انزارات على الاقل على لعبي براملز ما حصلوش ازاي كان عبدالله سعيد ورمضان صرحي ونبي الدونجا في كازا لعب احمد فتحي في كازا لعب كان المفروض شريس ايكرامي في الكرة الهدف اللي خرج بيها مصطفى فتح مصابه خرج بره مفيش اي حاجة خلص لأ ديه مفيش حاجة اسمها خطأ تقديري انت خطأ تقديري في لعبة في اثنين في تلاتة الخطأ التقديري ده المفترض ان تقنية الفار تحسمه فاللي حصل العكس ان احنا في الفترة الاخيرة لاحظنا كلنا ان كلمة الفار دي ابتدت تثير لغط كتير جدا من الناس الفترة الاخيرة طيب لو مش هيتحقق المنطق اللي المفروض هي موجودة عشانه مش لازم فيه حاجة تتعامل بخصوص النقطة دي بخصوص الملف ده ولازم انت تطوره تطوره دلوقتي بمعنى ان ان انت في ايدك دلوقتي انك تعلي شوية جودة التصوير تعلي شوية طب ما احنا شوفنا لقطات معانا يا ابو الكابتن الجودة فيها على مزاج مزاجك ان لسه بكمل وصفورة واضحة وضوح الشمس ان لسه بكمل واللي مشوفش من غربان يبقى اعمى ومع ذلك ان لسه بكمل تعلي من موضوع ان يكون الناس عندها ضمير شوية اللي قاعدين على الفار وتحسسهم ان يفي حساب قاسي وعنيس وحسسهم ان يفيه مرأبة حقيقية على افعالهم داخل غرفة الفار واني لايه ضمائرهم ضمائر المطاطة ما تتحكمش في الامور بالوان الفينيلا زي ما بيقولوا كل واحد بيحكم القانون طبق القانون على الكل الكل هرتاح ما يكونش المعيار مطاط خلي اللعبة اللي قدامك هتتحسب هنا تتحسب هنا تتحسب هنا مش تحسب على النادي ده ولا ده لا هو ده المفروض ان احنا نعمل الفترة اللي جاية ولو فيه اخطاء بقى تقنية ما ما نفكرش بقى زي الناس اللي بتتكلم على طب احنا نلغي ونجيب شركة تانية او لا لو فيه اخطاء تقنية معدلها واحدة واحدة بعد من الموسم ده من الموسم ده تعاقد معه انت عايز تتعاقد معاه هات معدات افضل هات معدات احسن انما ما فيش حاجة اسمها الغاء الظار لان ده تفكير تماما بعيد عن اي حد صحيح لان دي حاجة عالمية طيب انا هاخد اللي حصل ده وهبصره بشكل ايجابي ولو حركة اتطفق معايا فكرة مش هقول الظلم البين ولكن الخطأ البين الصورة البينة اللي حصلت يعني والعالم كله شافها او اللي تابع يعني المقشات دي قالك ان فيه حاجة مش مصبوطة في التحكيم عندنا مؤخرا ده ممكن يكون رد او اقبر رد على من يدعي دائما ان الاهلي بيفوز بالتحكيم يعني شفت بقى ربنا فين يعني انا نفسي بس نازلت قولينا بنفوز فين وامتى بالتحكيم يعني احنا خسرنا بطولات بسبب التحكيم لا هما معزورين فعلا يعني انت لازم برضو تلتمس نيوم العزر في بعض الاوقات قدامك لم يكون عاجز انه يجريك على التفوق والتقدم لابد ان يلاقي النفس حجة هيلاقي يعني الحجة اللي ممكن يواجه بها نفسه او يواجه بها جماهيره لازم بيقول للناس ما يقولش الناس اني فاشل لا يقول الناس هما اللي بيحاولوا يفشلون انا فاكر كلمة لكابت المحفوض الخطيب في فتاح الاستاذ وكانت كلمة مؤسرة جدا وقال لك احنا اه قدرنا ان احنا نتعامل مع منافسين او مع ناس بيحاولوا يفشلوك بدل ما يحاولوا يجاحوا هما وقالوا الجملة دي في عز الوقت اللي هو كان بيتعرض من خلاله لهجمات مريبة وفي النهاية البطل هو اللي فضل موجود البطل مش موجود بالتحكيم البطل موجود بعناصر كثيرة اللي عايز يتعلم يبص على شكل النادي الاهلي وخطواته على مدر التاريخ وينشى على الكتاب على فكرة انا واحد من ناس كاهلاوي اتمنى اتمنى ان الناس تقلدني انا عايز ده لانه هو لما يكون اه منافس قوي جدا ليا هيدفعني ان انا يكون اعلى اكيد ويدفعني يكون انا اكتر اه في وقت من الاوقات طلع التصريح الشهير اعور وسط عماني يعني لا اه انا مش عايز كده انا عايز اكون انا مفتح وسط ناس من في التعين عايز اكون انا موجود قوي كل الناس تخاف من قوتي صحيح فانت خد النادي الاهلي نموذج خد النادي الاهلي مثال بدل ما انت تحاول تصدر موضوع المؤامرة الكونية اللي انت موجود عايش فيها اصلا وهي اصلا ليه في الفترة الاخيرة الظاهرة دي تفشت هذا الحج يعني من ضب المستجدات في عالم كرة القدم وفيما يتعلق بالنادي الاهلي بصفة خاصة ظاهرة ظاهرة الامس اه فانجاز التعبير يعني بقينا نسمع ونشوفوا ناس مسؤولة في فرق يعني محترمة جدا وليها تواريخها هي كمان وليها تاريخ طويل في اللعبة وتلاقي ما معناه يعني ان في اشمعنا وطب مبصوا الاهلي كلمة مبصوا الاهلي بقت بتتقال كتير او في الفترة الاخيرة هي دي ظاهرة صحية ودي حاجة منطقية لأ هو اشمع تم تقولي نفسك اشمعنا الاهلي آآ بطل بدلا ما تقول اشمعنا الاهلي بياخد امتياز من وجهة نظرة احنا او اه الحقيقي هو النادي الاهلي مثلا مثلا لما الكابتن محمود الخطيب كان في اه رئيس النادي الاهلي حاول وكان في اجتماعات على موضوع ان يكون اه طبعا لو احنا نفتكر كده كان القيد اه في مشكلة القيد الشتويك في مشكلة اه كان في فبراير ومارس بدل يناير انا بدي حضرتك مسال والمشاهد مسال عشان يعيش معنا فكرة اشمعنا وندللها كده بمسال طيب كانت محمود الخطيب عارف ان لو او خلاص باللوايح لو احنا ماشيين على القيد بالشكل ده مفيش اي نادي مصري اهلي زمالي ما قولين بيراميدز هيستفيد من الانتقنات الشتوية ويضم لعبين في يناير خلاص ما عندوش اه امكانية ده لو اتعقدت معاي لعب في يناير في فبراير مش عارف هستفيد منه في المطولة قرية طب من اللي يتحرك علشان كده النادي الفاهم النادي المسؤول النادي الكبير النادي اللي بيخطط النادي اللي يبص القدام مش معلش يعني في التوقيت ده كان النادي الزمالي غرقان في مشاكله وهي نادي بيراميدز حديث العهد بالموضوع فما عندوش الخبرة والضرايا الكافية انه اه يبص النظرة مستقبلية او يتكلم في بعيد هو ممكن يكون الناس بتفكر في ان احنا موجودين لكيد الاهل وخلاص او عرقلت الاهل وخلاص فمش مشكلة انا اروح فين ولا لاجي منهم دي قصة تانية طبعا المقاولين برضو معندوش مين اللي يتحرك النادي الاهل في النادي الاهل يتحرك ولما تحرك للتعديل عدل ليه والغيره ما هو ادى بيراميدز فكرة انه يعدل في قيمته والانتقلات الشتوية يضيفهم معاه في الكون فيدرالية والزمالك في الدورة ابطالة افريقيا هل يجوز بعد المسال ده كله تقول ليش معنا هوش معنا ان انا بفكر هوش معنا ان انا بفكر ليه اه لنفسي طب انت مش عارف تفكر انا بفكر وانت بتستفيد وانا بستفيد انا عجبني ردود حضرتا كده يعني صريحة وطو دا بوينت زي ما قالت من الناس اللي لازم تبقوا انت بتعملين بقى حوار يفضلت بلابسة خوزة تحاسوبة اللي ترتاشت ساعة الغلط بيطرتك لا حقيقي اه يعني ردود اه في الصميم اعتقد بالحق انت في النهاية انت بتدي مثال وتقول لي ليس طيب هل دلوقتي بقول شمعنا? طب انت شمعنا تساكن انا اقول لك بقى شمعنا تساكن طب انت فين? طب انت عملت ايه? طب انا هفضل مستنيك عشان بتقولش شمعنا طب ما هو انت هراح فين? لو انا مشيت وراك اغرق فما تقوليش شمعنا. انا لساس خالد الوقت بيجري ولو انه بجدة انا شخصيا مستمتعة جدا. انا اكتر انا اكتر اكتر. وانشاء الله الماتش يوم التلاتة يكوننا ماتش قوي. انتمنى احراز الاهداف من الشوت الاول والدقائق الاولى زي ما معودنا مسيماني ومعودنا الاهلي بإذن الله. بإذن الله. يكون ماتش اكيد. ده مهم بس انشاء الله الفوز يكون اهلاوي. نورتنا واكيد هلتقابل تاني. ان شاء الله بإذن الله. بإذن الله. معانا وساعدنا بحسن متابعة حضراتكم لحلقة النهاردة بكرة يا تجدد اللقاء قبل دلوقتي بساعتين وحلقة جديدة وعشة الصبح بالاهلي صباح الفل عليك صباح الفل يا كريم على حضرات